بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا في الحقيقة عندنا هدف وعندنا استراتيجية في البرنامج بنشتغل عليه زي ما خلينا يوم السبت وإحنا بنتكلم على أصحاب السعادة وإزاي الجواز بأجواز سعيد نتكلمنا كمان يوم الحد أيضا على إزاي نواجه منبئات ومساببات الطلاق وقررنا نكمل المسلس نكمل المسلس ونتكلم عن إيه نتكلم عن حاجة أصبحت ضرورة أصبحت مسألة من واجب الوقت والتهاون فيها يكون تهاون في مسؤوليتنا ويكون تهاون في الأمانة لربنا وضعها في قلوبنا وعلى عاتقنا اللي هي واجب إيه؟ واجب التنشئة واجب التربية لما حد يجي يسألنا يبقى النهاردة عن نتكلم عن نبتدي في خط نتكلم فيه عن التنشئة والتربية والخط ده زي ما سمينا الكلام عن الزواج أصحاب السعادة وزي ما تكلمنا عن الطلاق وقلنا فيه فرصة للتوافق هنا هنتكلم النهاردة يلا نبني يعني إيه يلا نبني؟ يلا نقوم ببناء الإنسان يلا نقوم ببناء زوتنا يلا كل حاجة حلوة عايزنا نخرجها منها مننا تعالوا نشتغل عليها طب ليه ده ما بيخرجش مننا؟ واحد يجي يقول طب ليه إيه اللي حصل فينا؟ إيه اللي حصل لأولادنا؟ إيه اللي حصل وخلى الوضع بتاعنا فيما يتعلق بالأخلاق والقيم في اللي احنا فيه ده؟ إيه اللي خلى أولادنا بالشكل اللي احنا مش قادرين نستحمله وخايفين عليهم بهذه الدرجة أقول لكم في سبع حاجات خلتنا نحس بأن التنشئة والتربية وأعادة التربية أصبحت ضرورة ملحة أصبحت من واجبات الوقت فاكرين طبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيحدثنا وبيعلمنا إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وقبل قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راعٍ وكلكم مسؤولون عن رعياته الرجل راعٍ وهو مسؤول عن رعياته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعياته لما نيجي بقى نبص على الواقع بتاعنا نلاقي فيه سبع حاجات بتاخدنا إن احنا لازم نعيد نظرنا في مسألة التنشئة والتربية أيوة نعيد نظرنا نحن نحتاج إلى ترميم للمجتمع وترميم المجتمع أول ما هيبدأ ترميم المجتمع يبدأ بالتنشئة والتربية سبع حاجات سبع حاجات خلوا المسألة في وضع صعب أول حاجة زيادة المخاوف والضغوط كل ما بتزيد المخاوف كل ما بتزيد الحاجة بتنزل لتاحت وعشان كده شفنا أولادنا إن عندهم أربع سنين وخمس سنين بيشتكوا من الضغوط الولد في كيجي وان الولد في السنة ربعة الولد في السنة ربعة محتاج يروح للدكتور نفسي لأنه مكتئب ولأنه مضغوط آه زادت المخاوف وزادت الضغوط وعنقول لكم إحنا نتكلم إزاي وإزاي عنا نتعامل ونعالج زيادة المخاوف والضغوط الحاجة الثانية زيادة الشعور بالرفض والوحش زاد عند أولادنا الشعور بالرفض وده اللي بيخلي الكلام عن التنمر أكثر خطرا طول عمرنا أنا آسف يعني طول عمرنا فيه فيه ناس كتير من الكبار في السن قالوا التنمر اللي انتوا بتكلموا عنه ده ما كان عندنا اسمه التريئة من زمان اللي خلاه اسمه تنمر وبقى صعب دلوقتي عشان الأولاد زاد عندهم الشعور بالرفض والوحش فبقى التنمر أكثر أزن وأكثر تأثيرا في حياتهم الحياة التالتة زيادة فقدان الثقة الأولاد بقى ومسخين من نفسهم مش الأولاد بس ده الأولاد والصبيان والشباب الناس زاد فيهم فقدان الثقة فعشان كده إيه اللي حاصل بنتعب عشان نخلي الأولاد متمسكين وقدرين يواجهوا الضغوط وقدرين يواجهوا الرفض كمان زاد فينا تسويد الحياة وتعميم الأحداث السلبية لو واحد شاف موقف سلبي بيخاف ويبقى عنده فوبيا بشكل بشكل صعب جدا يعني لو شاف واحد بيزعف واحد أو واحد بيتعد عليه أو مش رايز يروح المكان ده تاني ليه؟ لإنه بقى فيه طريقة وهو تعود مننا إحنا إحنا الكبار تعود مننا إن إحنا بنسود الحياة لو شفنا موقف الناس ما بقاش فيهم خير الناس بقوا مليانين شر الحاجة الخامسة زيادة الشعور بالخزلان والحرمان كتير من أولادنا والصبيان والبيانات يحسوا بسرعة إنه هو حد حصل له خزلان منهم سابوني ومهتموش بي ده كمان خلوني وأنا في حزة اسمتي محدش وقف جنبي أنا مفيش حد بيحبني زيادة الشعور بالخزلان وكمان الإحساس بالحرمان سادس حاجة محدش يقدر يخطئ بقى إن أولادنا عندهم فقد للهوية والانتماء ودلي على ذلك في بعض الأحيين يبقى قاعد في البيت وفي حدث كده خطر في البيت ولا كأنه هنا إيه إلي تشعر بالانتماء إيه إلي تشعر بالانتماء للبيت إيه إلي تشعر بالانتماء للمحيط اللي هو منتمي إليه للبيئة للوطن للمجتمع ما بقاش عندهم هذا الشعور بالانتماء ولا شعوره كمان بكيانه بهو مين للولد فرحان بإنه ذكر ولا البنت فرحانة بإنه أنث في مشكلة في لغبطة كده في لغبطة وعلى فكرة وده اللي هيخلي في خطر عندنا واحنا بنتكلم على ملف زي ملف المثلية والملف فادي كلها ايه تاني اخر حاجة زاد اخر حاجة من المظاهر المهمة اللي احنا لازم نقف عندها زاد فقدان الشغف والحلم الاولاد دلوقتي ما بقاش عندهم حلم انهم يبقوا حاجة الولد من امه وصغيرين انا مش عايز اعمل حاجة خلص ما عادش كلمني مش انا مش عايز اعمل حاجة طب وانت حلمك ايه ما مش عارف مش عايز فالسبع حاجات دولة لازم ننتبه ايه ايه هم السبع حاجات دولة نكرارهم مرة تانية السبع حاجات دول هم دولة اللي هيخلونا نبقى حريصين على احنا ما نتكلمش في ملف التنشئة ولا ملف التربية عشان ده كلام عايزين نتكلم فيه لا عشان ده فيه هم ومسئولية لازم نتشارك فيها ولزيك احنا بعد كده هنفتح الكلام مع حضراتكم عشان ده همنا كلنا مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو اطفالنا بتشتكي اولادنا بتشتكي انا بشوف بعيني اثار سوء التنشئة في الجواز في جلسات الارشاد الزواجي فايه سبع حاجات اللي بتخلي الكلام عن التنشئة والتحليل والحلول امر واجب دلوقتي زيادة المخاوف والضغوط تاني حاجة زيادة الشعور بالرفض والوحشة تالت حاجة زيادة فقدان الثقة رابع حاجة تسويد الحياة وتعميم الاحداث السلبية خامس حاجة الشعور بالخزلان والحرمان سادس حاجة فقدان الهوية والانتماء سابع حاجة فقدان الشغف والحلم وعشان كده لازم نقول دي الصفات اللي موجودة عندنا اضف الى ده كمان عشان المسألة تبقى في غاية الخطورة ونخاف ان احنا نكون نفوق على كرسة فيه سبع صفات اصلا في الانسان المعاصر كمان بتزود المسألة صعوبة اللي هي زيادة الفردنية محدش بقى يعرف حد ولا حد عارف جيرانه وعايش كلنا في حالة مليئة بالفردنية والزيادة المزاجية ده في الانسانية كلها دي بقى الصفات دي زيادت في الانسانية كلها زيادة الفردنية زيادة المزاجية زيادة التشكك زيادة المظلومية زيادة الحساسية زيادة الاحباط وزيادة العشوائية كل ده بيقول لنا بقى ايه ان الملف ملف ما هو سهل الملف ده متنوع الابعاد ولازم نفرق ما بين ان احنا في ظاهرة دلوقتي انا في ظاهرة دلوقتي اسمها ايه الظاهرة اللي احنا بنتعامل معاها ماذا هو زوال الاثار الايجابية الموجودة اللي بتخلينا سهلين ان احنا نتخلق ايه الاشكال اللي عندنا الاشكال عندنا بشكل واضح اشكال اخلاقي واشكال انساني واشكال كمان مستقبلي التلات ملفات دولة مليئين بالمشكلات ولذلك لابد ان احنا نهتم بالتربع باقصى ما يكون انا لما جيت حللت لما جيت اشتغى على الملف لما جيت حللت اهم الانماط اللي بتعمل لنا مسكيلات في التربع عشان نتخلص منها لقيتها مجموعة من الانماط النمط الاولان نمط المنشق او الاب او الوالدين واحنا بنتكلم بالاساس على الوالدين بس احنا كمان بنتكلم عن المنشق اللي يطلع ممكن يبقى الاستاذ ممكن يبقى المدرس ممكن يبقى كمان الاقارب المربي بقى عندنا انماط في غاية الكارثية لازم نلاحظ انفسنا فيها المربي او المنشق المالك اللي هو بيعتبر ان ايه ان اللي بيربيه ده بتاعه هو مالوش حق انه يكله رأي ولا انه يخالف لا هو بتاعي مهمة النمط التاني بقى النمط التاني هو نمط مهلك هو هو المربي او المنشق الناقض بالضاد مش بالدال اللي هو ايه بقى اللي هو بيحاول طول الوقت عشان يوصل الشخص للنجاح ينقضه الذي يستخدم النقد بصورة مبالغ فيها النقد اللي بتدال ويستخدم اللوم ويستخدم الشكوى من الانسان عشان يكسره وبيظن كده انه هو يولد عنده الهمة والرجولة فاذا بيه بيهدمه يبقى النقد ده اي الهادم لما يجي له ولد عنده سبعة جايب تمانية وتسعين في المية فيقول له فيه بنا ادم محترم وبيقول عن نفسه انسان محترم ينقص منه اتنين في المية ده كلام ده او ده المربي الهادم الناقض بالضاد فيه بقى المربي بقى ايه او المنشق المطبع اللي شغال مطبعه حضرته اللي هو بيعمل ايه المصر على انه يخلي ابنه صورة منه او صورة من الصورة اللي هو كان بيحبها النفسه فطول الوقت بيكتهد ان هو يطبع ابنه بالصورة بتاعته دي وعندنا بقى النمط الرابع المربي البديل المربي البديل اللي هو ايه الام اللي اخد الدور للأب والأب اللي هو واخد دور الأم وفي بعض الأحيين المصيبة بقى ان احنا نستدعي حد ياخد دور الأب والأم اللي هما ساعات بيبقى جليس الأطفال او ساعات بيبقى الخال او العم فييجي يربي حد ويبقى واخد دور بديل عن الاتنين دول النمط الخامس هو النمط المربي المشاهد الشخص اللي هو سايب الأولاد يعملوا اللي عايزينه ويه بيروحوا يعملوا كل حاجة ومتصور ان هو كده ايه قايم بدوره الخمس أنماط دولة دخلين في ناهي حديث رسول الله عليه وسلم اللي هو ايه ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول ان يضيع الرجل من ايه من يعول يبقى احنا دلوقتي عندنا ايه اللي عندنا انماط المربي المالك الانماط دي اللي دخلها بقى في تضيع من يعول المربي المالك والمربي الناقد والمربي كمان المطبع والمربي كمان اللي هو البديل والمربي المشاهد طب نعمل ايه عشان يستطيع المربي ان يقوم بدوره انا عارف ان كلام النهاردة قد يكون محتاج مننا وراء وقلم ونجلس كده اول دور بيقوم بيه المربي هو دور الدعم خلينا نقول ان انت مش هتبقى مربي غير لما تدعم تدعم يعني ايه تتيح لكل واحد من ابنائك ان هم يقوموا بالمعاني اللي هم قادرين يقوموا بيها كل واحد عنده خصائص ومهارات جيدة وحسنة انت تخدمه ان هو يستمر في مسألة هذه المهارات الجيدة والحسن يبقى اول حاجة الدعم يبقى انت بتدعم الشخص عشان يمارس مهاراته بشكل صحيح الامر التاني انت بتدعم كمان الشخص ده عشان يقدر يحس بالامان وعشان كده يجي الدور التاني اللي هو دور المساندة ان انت تدع ان انت تساند من يقوم واهم حاجة في المساندة عشان احنا لسه نتكلم عن الادوات يعني ايه المساندة هو بيحاول يمارس تجربته وبيمارس دوره فإن اللي حصل فهو عشان يمارس تجربته ودوره لازم احتمال انه يغلط تعالوا قلكم حاجة احنا محتاجين حاجة مهمة جدا جدا محتاجين ايه محتاجين ان احنا نعرف ان من حق اولادنا ان هم يجربوا ومعنى ان هم من حقهم ان هم يجربوا احتمال كبير ان هم يخطأوا فلما يخطأوا احنا محتاجين ان احنا نتسامح مع خطأهم ويبقى ييجي الدور التالت اللي بعد كده اللي هو دور الارشاد ونرشدهم ازاي يتجاوزوا هذا الخطأ بغير ان نمنعهم من حقهم في التجربة احنا عندنا مشكلة مشكلة عويصة قوي ان احنا عندنا الشخص عندنا ما ينفعش ان هو يغلط ابني لازم يعمل حاجة صحة من اول مرة حتى لو كلفه ده كرمته حتى لو كلفه ده شخصيته حتى لو كلفه ده احساسه بان هو انسان محترم يبقى احنا لازم كمان نرشده مش نعمل ايه مش ان احنا نرشده بمعنى ان احنا نجبره على انه يعمل الخطة اللي احنا وضعينها المعنى الرابع اللي هو الدور الرابع اللي يقوم به انه هو يقوم بدور التشغيل ان انا اقترح عليه واشاركه في انه في مجالات اخرى ممكن يمارس فيها قدراته ومهاراته واكلمه عن جمال هذه الاشياء من غير ان افرض عليه شيء ولكن اوسع له مشهده الدور الاخيرة ودور التعليم ان هو يعلمه وهنا بقى التعليم عندنا فيه مشكلة شويتين تلاتة احنا عندنا التعليم كان فيه علم روسي بيقول كلام مهم او في التعليم يمكن ينفعنا بيقول ايه بيقول علم الكبار ان الذي يحكم العالم لابد ان يكون الانقى والاذكى فاخترع الكبار التعليم لكي لا يحكم العالم الاطفال يبدو ان احنا بنعلم اولادنا احنا بنعلمهم مخاوفنا لازم تتعلم يا ابني عشان محدش يضحك عليك ده خوف ده لازم تعمل حاجة الصح عشان فلان ما يزعقلكش انا وفي السوبر باركت لقيت الراجل ابنه مزك حاجة فقال له لا ما تاخدش الحاجة دي عشان عمه ما يزعقلكش فبالطبيع الولد الصغير ايه اللي حاصل هيخاف من عمه ويخاف يمد ايده على حاجة تانية فهو لما يخاف المد ايده على حاجة تانية مش هيبقى له اختيار فانا منعته من انه يكون له اختيار وعلمته ان اختيارك بيساوي ان فيه حد يتعدى عليك بالزعيق او بالعنف طب ليه كده لان احنا مش متعودين على ان التعليم يكون بالاتاحة ان التعليم بيكون بالتبادل انا وبقول لكم انتوا بتعلموا اولادكم سواء كنتوا مدرسين او سواء كنتوا ابقوا امهات لازم تعلموا وتحطوا قدامكم مبدأ الطفل المعلم لازم وانتوا بتعلموا الاطفال التعليم يكون رايح جاي لازم التعليم يكون بالتجربة لازم التعليم يكون بالطريقة اللي تتناسب مع حياة الأطفال لكن إن إحنا ندخل الأطفال في كابسولة ونظن إن إحنا لما نمنى رؤوسهم معلومات إحنا كده بنعلمهم الحقيقة هم مش هيتعلمهم بالطريقة دي لازم أدربهم على إنهم ما يخرجوا مهاراتهم وحضرة النبي شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أنا منكم مثل الوالد للولد طب عملت إيه حضرة النبي بقى عندنا أقرب الناس إليه مش هنتكلم على عشر مبشرين بالجنة لكن هنتكلم على الأربعة الأقرب إليه سيدنا أوبكر سيدنا عمر سيدنا علي سيدنا عثمان رضي الله عنه إيه اللي حاصل سيدنا أوبكر كان نموذج غريبة جدا نموذج في الهدوء والحكمة طب وسيدنا عمر نموذج في الإنجاز ونموذج في الإدارة الحكيمة وسيدنا عثمان نموذج في الأخلاق والخدمة المجتمعية وسيدنا علي نموذج في العلم والمعرفة والحكمة والنور أربعة من أقرب الناس للرسول الله صلى الله عليه وسلم وكل واحد فيهم كان نمط من الأنماط المختلفة إحنا محتاجين إن إحنا نفكر في شويتين تلاتة في إحنا نعمل إيه هنعمل إيه مع أولادنا ولذلك المربي لازم يبقى عنده أدوات من أهم الأدوات من أهم الأدوات ودوات اللي هنختم به فقرتنا دي لازم من أهم الأدوات التواصل والمشاركة والحوار بنلاع عليكم كفاية كفاية إن أولادنا يتعلموا بلا حوار إحنا محتاجين إن الأولاد لما ييجوا يتكلمهم محدش يقول لهم إخراسه ولا حد بلاش فكرة إن أنا أعارف مصلحتك طيب هو إمتى هيعرف مصلحته مش لازم يجرب عشان هو كمان يعرف مصلحته ولا أنت عارف مصلحته فهو مش من حقه إنه يمارس أي حاجة يبقى أول حاجة التواصل والحوار عودوا أولادكم إنهم يقولوا رأيهم بحرية مش بيسوق أدب هو لو تعود إنه يقول لرأيه بحرية هيستمتع بهذه الحالة ومش مضطر إنه يتعدى على الأب يتعدى على الأب وعشان هو يحسسه إنه موجود فينادي الأبو بإسم ونغير ما يقوله أي إسم تاني فيه احترام وتقدير طيب هو بيعمل كده ليه إنه حاسس إنه ليه حق مش واخده هو حق إنه يتكلم حق إنه يعبر على الرأيه الحاجة التانية الأداة التانية لازم نتيح التجربة لازم أولادنا يبقى عندنا أداة اسمها أداة التجربة الأداة اللي بعد كده اللي إحنا لازم نعملها هي أداة مهمة جدا جدا لازم تربوا أولادكم على الحلم حلم ليهم والحلم البلدهم والحلم المجتمعهم والحلم الأسرتهم أداة مهمة إن الأولاد يبقى عندهم حلم عشان يبقى عندهم شغف لازم تتعودوا في كل حاجة بيعملها لازم يبقى عنده غاية لازم يبقى عنده حاجة عايز يوصلها فالولد يتعلم ده الأداء اللي بعد كده لازم تخلوا الأولاد يحاكوا يحاكوا الطيور يحاكوا النمازج المحترمة يحاكوا كمان ناس مش عايشين في زمانهم لكن نحبوهم لازم تتعلم الأولاد يحاكوا النمازج الرائعة الجيدة عشان يطلعوا الأولاد عندهم سموه في الأخلاق وآخر حاجة أظن أن احنا مهتمين جدا 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 أن أولادنا كمان يبقى عندهم نية أنا ليه ما قلتش أن النية دي أصل من الأصول لكن قلت أن النية دي أداء من الأدوات لأن النية دي هي اللي هتفتح قلوبهم ولازم تعلموهم طول الوقت أنه قلبه المليان قيم لازم يعيش به الحقيقة اللي جايه عن التكلم عن الأخلاق وعن نتكلم عن أهم الأخلاق المركزية اللي احنا عايزين نتكلم عنها وإزاي عن يقدر نغرسها في أولادنا يا رب احنا فتحنا الباب وإحنا عارفين إن أولادنا دولا مش ملكنا احنا عارفين إن أولادنا دولا ملكك يا ملك يا عظيم يا جليل وإنت أرقف فينا إن إحنا قلوبنا تتوجع على إحنا نستمر بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين فيها دي ويطلع أولادنا يعانوا نفس المعاناة أو يستمروا على خط المعاناة اللي احنا شايفينها دي فيطلع أولادنا ما يقدروش يرسموا مستقبل جديد يليء بهذه النعمة اللي هي نعمة الطفولة يا رب اجعلنا ممن يقدرون نعمة الطفولة لأن في الحقيقة الأطفال هم أفضل ما فينا أحلى ما فينا ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشاد لنكون عونا لأطفالنا على أن يكونوا قادة لحياتنا إلى النور والصفاء والحكمة والرشد والسعادة بعد الفاصل نلتقي بكم عشان نجيب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ومن النهار ده كمان وعشان حلقة التنشئة هنتلقى عليها مقترحاتكم ووجهات نظركم عشان نتكلم عنها وتناقش معاكم بكل وضوح وكل شفافية لأن في الحقيقة احنا مش نقدر نتكلم في هذا الملف وحدنا احنا عندنا دراستنا وعندنا أبحاثنا وعندنا كمان تحليلتنا لكن في الحقيقة احنا محتاجينكم تكونوا معنا عشان في الحقيقة نكون كلنا بنقول حاجة عشان مستقبلنا مش بس عشان مستقبلنا عشان حضرنا أجمل ما فينا عشان نحافظ عليه معنا الأستاذ النجاح من القائرة تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ولا بحب الإنانية ولا بحب القسوة أنا عمرو برداني وده أتمتولد من تربية الشرعية إن أنا ما بحبش السفات دول طب إذا كاش السفات جي سيادتك شو أحبت بس أكيد يعني طيب عايزاني أوجيه له كلام ولا أقول له إيه لا يتقل لبسا في عياله طيب أنا موظفة أنا موظفة كنت موظفة دراتي على المعاش الرجل ده ما بيعولش ولاده معالا كاملة أنا علمتهم وجوزتهم وهو مش مسئول عن أي حاجة في الحاجات دي كلها طيب خليني ده السؤال لها ولا سؤال التاني السؤال التاني لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله السؤال التاني إيه التصرف معه أو سوء ما عملته ليا خالص ما بيقفش جنبي أنا شخصيا جدا خلص أنا أقول لها حدايك أجاوب حدايك على طول أستاذ النجاح السؤال لولاني يا سيدي يا أيها الرجل المبارك خلي بالك إن البخل والأنانية والأسوأ لا تحميك من در ولا هتزاود في أمرك ولا هتحفظ على مالك الحاجات دي هتدمر حياتك الشخص البخيل ده ما بيقدرش يستمتع بكل ألوال الحياة لنا ونعم ربنا اللي موجودة في الحياة قال أهمها إنه يستمتع بحب الناس اللي حواليه يا سيدي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة جدا جدا إن إحنا ما نقدرش نعيش من الحب وعشان كده كمان أرشدنا للحب وقال ألا أدلكم على شيء إن فعلتمه وتحاببتم أفشوا السلامة بينكم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تؤمنوا حتى تحابوا عايز تبقى مؤمن لازم تتحاب هتبقى تتحاب إزاي وإنت بخيل بتقفل على مشاعرك وبتقفل على قلبك وبتفق إيه ده وإزاي إنت هتقدر تعيش أصلا وإنت أناني الشخص الأناني ده بينحت في ذاته يفضل يضيق في ذاته وضيق في ذاته أكبر سجن ممكن الإنسان يسكنه هو سجن الأنانية كمان أنت كمان آسي القاسوة دي بتخليك ما تدقش حلاوة المعاني في الحياة فعشان كده لو كنت عايز تعيش لو كنت صادق مع نفسك وخايف على نفسك سيبك من البخل والأنانية والأسوأ لأن أنت بتدمر ذاتك أنا أكلمتك باللغة اللي أنت تفهمها لغة المصلحة بس أنا أكلمك كمان بأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حذرك أن أنت تضيع من تعود تضيع أولادك لما يتدمروا نفسياً ويحس أنهم يتاموا وأبوهم عايش ولا زوجتك اللي يتحس أن هي في الحقيقة في حد بيقلمها ويوجعها كل ما بتشوفه وهو يملك وبيبخل وهو قادر يدعم ولكنه أناني وهو قادر يطبطب لكن هو آسي أنا خايف أن أنت تكون كل ما بتعيش ساعة يكون عليك إثم فاتق الله واتوب إلى الله وإن شاء الله لو عملت كده هينصرح الحال بينك ومن زوجتك بس أنا في نفس الوقت أنا عايز أقول بس شوية أن بيحصل حاجة في البيوت شفتها كتير في ملفات الإرشاد الزواجي بلاش أن الزوجة لما الزوج يئس عليها تشوه صورته قدام أولاده وتخليه هو الوحش أو هو الشيطان لأن ساعتها هي بتاخده إلى حاجة كده ظاهرة اسمها ظاهرة الاستبياع الزواجي واحد بيبيع كل حاجة بقى ولا فرق معاه أي حاجة ويتعامل بقى بكل قسوة بلاش نعمل كده دايما نخلوا في مسافات حنان ومسافات ود تخلي الإنسان قادر يرجع تاني الكلام لحضرتك يا حجة نجاح السؤال اللي بعد كده أستاذ أحمد معنا وأستاذ أحمد فضل أستاذ أحمد عليكم أستاذ أحاكاته ماذاك دكتور عمر نعم وفضل الحمد لله ربا أنا برفع عمرك معلش أنا عندي سؤالين كده فضل الفند فند الثقتي أنا شغال مدرس طغوة عربية مم بس دلوقتي أنا بدي درس في الدراسة عادي بس مش بالعافية الحمد لله بدي درس كده عادي مم تمام؟ دلوقتي في الدروت تاني والملاحق أنا مش عارف مستحرم الفلوس يعني مثلا الأولياء الأمور بيدوا عايزين يدوا دروس للأولاد عشان ينجحوا أنا مش عارف أنت في النقل بقى أنت بتكلم على النقل أعدادي أفن بتكلم في النقل أعدادي بس يا سيدي عشان بس نكون واضحين إحنا أصلا مسألة الأماكن اللي فيها فصول تقوية والكلام اللي زي ده إحنا الدولة مجرمة فإذا كنت بتعمل في ده فما تعملش في ده أما إذا كنت بتعمل الكلام ده وإنت مش هتسرب الامتحانات ومش هتعمل الكلام ده فأصلا الدروس دروس التقوية ودروس الخصوصية دي بالوقت ممنوعة لأن خلاص كل ده بتتيحه الدولة لده فإذا كنا بنبعد الكلام ده بعيد تماما 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 عن أن يحصل فيه أي نوع من نوع الغش أهل ونسان هاسس أن أنت هو هتعمل أي حاجة فيها غش وده هيوقعنا في الحرم لأن الرسول الله عليه وسلم عندما قال من غشنا فليس مننا لم يكن يتكلم على الغش لكن يتكلم كمان على الشخص اللي يساعد على الغش ده السؤال الأول لأن السؤال التاني السؤال التاني السؤال التاني حضرتك آآ أنا بصلي زوجتي في البيت إماما مم بتصلي ورايا وتعودت على كده من فترة طويلة جدا أنا على الفكرة أنا قطب جمعا أنا قطب مسجد بقطب الجمعا لكن معظم أوقاتي بصليها في البيت إمام بزوجتي طيي ما أنا سامح السؤال إيه السؤال بتقول لي هل يجوز لي اللي أنا بعمله ده إن أنا أصلي بزوجتي جماعة في البيت آآ يجوز وقال لك ثواب ثواب الجماعة بس خلينا أقول لك حاجة عشان نوضح آآ أنت ليك ثواب الجماعة بس لازم نعرف إن صلاة الفض آآ صلاة الفرض يفوقها صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة في مثلي يعني أنت لو صليت وحدك في البيت صلاتك في البيت جماعة بتفوق صلاتك في البيت فرد بسبع وعشرين درجة كما أنك أنت لو صليت في المسجد فرد وصليت في المسجد جماعة لو صليت جماعة بتفوقوا سبع وعشرين درجة لصلاتك في المسجد فردا واضح المسألة فهل ده يحصل له ثواب الجماعة نعم يحصل له ثواب الجماعة وإن شاء الله ربنا يتقبل منه بس أنا عايزة أقول لك حاجة أستاذ أحمد أنت شوية محتاج أن أنت تخف من مسألة جلد الذات والوسواسة لازم تراعي ده وتراجع نفسك في ده مين أستاذ ياسر من القاهرة يتفضل زي حركة مولانا السلام عليكم نعم وفضل الحمد لله الحمد لله مولانا معيش أنا بتكلم عشان أنا حصلي عكس السائلة الأولى اللي هي كلامة حاجتك أنا راجل الحمد لله متجوز وعندي ولد وبنت ربنا يعلم أنا أتعيب لأديه لغير مستحطهم الجامعة وعملت إيه عشانهم وأنا زوجتي موظفة زي ومرتبها طريبا أعلى مني وكان بتساعدني في حدود المعقول أو بس المشكلة كان بتفهم العيال إن هي اللي شايلة ديهني هو اللي شايلة بيت وهي اللي بتصرف طيب وأنا الحمد لله كنت شايل مثلا بالنسبة 80% من البيت وهي مثلا شايل كان بتشير 10% ولا 20% يعني طيب المهم أني جات في الآخر وبدأت إن هي تنفع العرية وبدأت إنها تكره الولادي فيها ووصل بها الحال إن هي بقت سيبني من غير أكل في البيت وتعمل أكل لها يا أولادة هي أولادي يعني وأكلم أولادي أكل ولمش عامل حسابك معاليش أكمل بعد إزعاد وقرهت أولادي فيها وفي إخواتي وفي أهلي ورسي بها الحال إن أنا بتعرضت إيهانات في البيت من زوجتي قدام أولادي وهي أنفهم الدنيا وكلها نهاية اللي شايلة البيت وهي اللي عاملة كل حاجة ولما أجل أكلم حد من أولادي يقولون أن عملت عشانك كذا وكذا وكذا وعلمتك مدارس قصة أو 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 يقول لي إيه ما هو واجب عليك أنت عملت لنا إيه زيادة وكانت النتيجة أن أنا طبعا عشان ما مهزلش أولادي أو مهزل الدنيا أن أنا أخذت شونة تدومي ما أخذت ش حاجة من البيت خالص مجالة أن أخذت شونة تدومي وسيبترهم الشقة وسيبترهم الدنيا كلها ومشيت بس قدام أن أنا اتحنت الأحانات دي أو أتعمل فيها الكلام ده وأن هي عالت الناس كلها وقال إلى الوقت أن هي شايلة البيت فأنا قلت لها خلاص أنت شايلة البيت شدي أنا مش هدفع حاجة طيب أقول لحضراتك بقى أجاوب أنت حضراتك عايز تقول لي أن أنا عملته ده صح ولا لا ولو كان في حل أحل إزاي صح لا هو مش حل أنا خلاص بتقع واتجوزت واحدة تانية لأن أنا تقابلت سنة ونص أنا بكل القصة أنا عدم صرفي كده حلال لأن أنا تعبت وهم عصلا تعبوني نفسيا من القصة دي وأنا سيب البيت بالي زي وقت سنتين وربنا قرمني وتزوجت واحدة تانية وعايش مستقر وبحاول أتكلم أولادي على قد ما أقدر وأولادي بينصروا مني بسبب العملاتهم واحدة واحدة يا أستاذ زياسي بس أولادك عندهم كم سنة؟ طلاب جمع يا مولانا طب عندهم كم سنة بس؟ واحدة 22 والتانية 22 طيب هم قادرين نشتغل ويكتسبوا؟ آآ ابني بيشتغل يعني ابني آخر حاجة على فتانه هو بيشتغل طيب وقت الوقت الحمدى بدا يتكلمني وبينتك؟ بنت طريبة جامعة ما بتشتغلش ومها بقادي بتديها المصاري في الجامعة طيب أنا أقول لحضرتك حاجة بص يا أسر بس صلى على النبي كده بس؟ على السلامة والسلام احنا دلوقتي عندنا شوية شوية حاجات كده فيه طبعا لا يجوز للأم أنها هو ده بقى نموذج لإفساد التربية أن فيه أم أفسادت علاقة الأولاد بأبوهم المفروض الأب مهما حصل مهما أساء لازم الأولاد يتعلموا بره لأن بر الأبناء بالأباء بيخليهم في بعض الأحيان يرق قلوبهم ويتغيروا طيب لأ هم عندهم قسوة عن استمر في برهم حتى لو كان الأب قاسي احنا للأسف عندنا دلوقتي إذا حد من الولدين كان عنده قسوة على طول ما قدم نشغل أن احنا نعقهم وما قدم نشغل أن احنا نكرههم لا ده مش التنشئة الصحيح ليه مش دي قسوة على الأولاد أن هما يتحملوا قسوة الأباء بغلط ده رحمة بالأولاد أن هما يحسوا أن هما ملهمش جزور أن هما ملهمش هوية ولذلك اللي حصل ده كان خطأ بس عددك يا سيد ياسل فيه خطأين أنت ارتكبتهم الخطأ الأولاني أن أنت خدت شنطة دومك وسبت البيت وده خطأ البيت ده بيتك احتوي أولادك جبوا موعد تكلم معهم مرة واثنين وثلاثة وعشرة أنا أسألك سؤال أن هما دلوقتي ما بيحبوكش دي نهاية العالم ده حال ممكن يتغير يتغير بإيه بأن أنت تحسن إليهم وتحاجي وتسمعهم واضح أن أنتوا ما كنتوش بتسمعوا بعض فلذلك ده الخطأ التاني أن أنت كنت لازم تسمع أولادك حتى لو أن هما سمعين عنك شيء وحش أو تربوا على أن أنت بتعمل حاجات وحشة لازم تسمعهم حاجة التالتة وإيه السيئة هي اللي هما حسوا به اللي هو فكرة المن أنت وكنت بتقولهم أنه بعمل علشانكم أنت مش بحتاجة تقول ما هما شايفين الأولى دي عند الأولاد بيحسوا أن هي من وبيحس أنه أنت بتكسرهم ومساعات الأولاد اللي عندهم حساسية مفرطة يحسوا أن فيه حد بيكسرهم أو حد بيزلهم وعشان كده أنا بنصح الأباء دايما ما يذكروش أبناءهم بإيه اللي هما بيعملوا علشانهم لكن يتكلموا معهم بحب وبود وبتوافق هو ده الحل غير كده إحنا بنفسد حياتنا الأسرية بتسألني أنفق عليهم ولا لا اللي قادر يكتسب خلاص هو ما بقاش محتاج لكن اللي لسه بيتعلم أنفق عليه عشان يفضل الود بينكم موصول ده رأيي وبقولك على فكرة أنت مزالة الأولاد دولة أولادك يعني هم ما خرجوش من بنوتك وعشان كده ما تضيعهمش وحافظ عليهم وحاجة عليهم يا سادة احنا النهاردة تكلمنا فتحنا ملف مهم وديكم شايفين نتائج الملف ده إيه نتائج التقصير في الملف ده إيه أقول لكم حاجة نتيجة العشوائية في الملف ده إيه نتيجة عدم الحديث وعدم الاهتمام بالملف ده إيه احنا مش نقدر نسكت مش نقدر نسكت لأننا مش هقدر أتحمل لأن ربنا يا حاسبني أننا ما فتحناش ملف كلنا موجوعين منه وكلنا خايفين منه وكلنا أنقليم منه حضرت النبي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا لازم نكون أمان لبعض وعشان نبقى لازم نكون أمان لبعض لازم نساعد بعض على أننا نتخلص وده مش هيحصل غير بنور حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنمشي معاه في ملف يلا نبني ونقصد بده يلا نبني الإنسان على مرضات الرحمن يا رب وفقنا وجعلنا دايما من البناء اللي بيساعده أن الإنسان يكون رباني ويكون كمان منور ويكون في خير وفي رحمة وجمال يا رب أعنى واجعل مددك معانا على طول وإحنا بنقصد وجهك الكريم بأن ننشأ جيلا يحسن الإقبال عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أكرمنا بمددك في كل وقت وحي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر